جهاز الفني لمنتخب مصر بيدرس انضمام المتقلق محمد عواد حارس مرمى الزمالك لمعسكر منتخب مصر المقبل استعداد الموجاتي غينيا والسوبيا في تصفيات كأس العالم كأس الأمم الأفريقية 2023 كأس العالم نستبدل على كأس العالم كابتن هاب جلال وضع الاستبدل على تصفيات كأس العالم اللي جاي وكأس العالم خلاص اخر السنة بس تصفيات كأس العالم اللي احنا هنشارك فيها عشان يبقى عندنا امل تاني نسعد لسه شوية كمان كابتن هاب جلال وضع محمد عواد تحت الاختبار في مباراة الزمالك والاسماعيلي يوم السبت المقبل عشان يشوف اذا كان جاهز بنسبة مفل من الانضمام لمنتخب ولا لا محمد عواد حكايته حكاية استنى نقف هنا شوية ومع محمد عواد حارس جيه في ظروف صعبة جيه في وقت الزمالك كان بيمني فريق كبير جيه في وقت كان موجود جنش وجيه مع محمد أبو جبل وكان معهم محمد صبحي حراس مرمى كلهم كبار وهو كان حارس كبير سواء مع الاسماعيلي سواء لما احترف في السعودية سواء مع الفترات الأولية اللي عبت مع منتخب مصر فسواء حارس كبير حارس موهوب فضل محمد عواد طول الوقت تحت ضغط هذا العقد السنوي الكبير اللي بيحصل عليه محمد عواد وهنا هقف برضو مرة تانية هو ماله اللاعب يا جماعة انتو كناس او مشاهدين او جماهير ليه تضغطوا اللاعب اللي بياخد فلوس كتير الموضوع عرض وطلب يعني انا دلوقتي عايز عشان نقف هنا مليار جنيه فييجي حد يقول لي لأ مش هين فهقول له لأ انا مصمم على مليار جنيه فيقول لي خد المليار جنيه انا كده عملتها غلط فمحمد عواد عمل كده هو وكيله او هو اللي بيشتغل معاه راحوا قالوا الزمالك مثلا عايزين رقم فلانش فالزمالك قالوا لأ هنديك الرقم الفلان قال لهم لأ انا عايزين الرقم الفلان فخدوا هو كده اثر في ايه او ايه المشكلة اللي عملها ما عملتش مشكلة ادي واحد اتنين عواد بصراحة شديدة بصراحة شديدة وانا بحترم محمد ابو جبل وبشوفه حارس كبير جدا بس بصراحة شديدة قبل البطولة العربية وقبل كأس الأمم الأفريقية محمد عواد كان متقلق مع نادي الزمالك وماشي بمستوى ثابت ولما سافر محمد ابو جبل ولعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وتقلق رجع وخد مكان محمد عواد اللي كان متقلق وسابت في تشكيلة نادي الزمالك لو سألتني رأي ايه رأي ايه اللي كان مستوى ثابت مع فريقه كان يكمل مش تقنية من محمد ابو جبل اللي عمل أداء خرافي في كأس الأمم الأفريقية ولا الكلام ده بقوله عشان محمد أبو جبل قدم مستويات شوية متراجعة بعد كاسل أهم الأفريقية بس هي الحزبة كده أنا واقف مع فريقي متنساجم مع الدفاع بتاع فريقي الكيميا مشيت مع فريقي حظي جايبني مع فريقي فمحمد عواد كان ماشي بشكل كويس فجيه كارتلون رحشان محمد عواد وحد أبو جبل بعد كاسل أهم الأفريقية بصراحة هي كانت معضلة شوية قدام الجماهير بس لو أنا مدرب أصلك من نفسي وعارف إمكانيات أن أنا عندي حارس كبير اسم محمد عواد وعندي حارس كبير اسم محمد أبو جبل كنت هكمل بمحمد عواد فبصراحة محمد عواد وجهه سوق توفيق مش أقول ظلم بس سوق توفيق الفترة اللي فاتت ويبدو كده أن ربنا بيعواضوا الفترة دي ده فيما يخص محمد عواد